الكلام ده ممكن يكون محتاج مننا ان احنا نقول ازاي تنفذ هنقول شوية اجراءات كده تساعدنا على السلام اول حال خلي ليك ورد يومي من السلام تقصد السلامة ذاتك او تعمل شيء يجعل دايما حياتك سالمة زي انك مثلا تكون اهدأ في المواطن اللي بتخليك تتعصى او انك لما تلاقي حد الان تطمنه طب نعمل ايه عشان الوقات اللي احنا فيها بنتعصب نسلم من العصبية اول حاجة ببساطة خالص المواطن اللي انت فيها تسلم دي اول حاجة لازم انت لازم تعمل فيها ثلاث حاجات اول حاجة لما يجي لك وقت الغضب ايه اللي حصل لما يجي لك وقت الغضب على طول تذكر ان غضبك هذا لن يحميك والذي يحميك هو الله فتقول ايه بقى لما يحصل كده يحصل لك حاجة مهمة جدا جدا فقول اللهم بحقي تسمية نفسك السلام ايه اللي حصل فانا اعيش في سلامك فما تعملش كده ولزاك تبقى حاضر كده ولزاك انت ده اول حاجة تفهمها ان انت تستحضر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلمك من كل مكروه يسوء الحاجة التانية ان انت تفتكر ان انت تفكر شويتين تلاتة اني الاذى اللي هيصل اليك ده مكتوب فما تخافش مش هيصلك اذى اه يبقى اتذكر ان الله قتب قدره بايه بحكمة الحاجة التالتة اذكر نفسي اذكر نفسي بالله سبحانه وتعالى وادعي الله سبحانه وتعالى انه يحفظني من كل مكروه يسوء وان انا دخلت في حصن الله الحاجة التانية بقى بيعلمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان بيردد بعد كل صلاة يقول اللهم انت السلام او بيقوله بيدعي حضرة النبي اللهم انت السلام وانك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فنردد الدعاء ده بعد كل صلاة وادعي الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء انه يرزقنا قلوبا سليمة فنقول مثلا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا ملك كلي جسدي وعقلي وروحي ومهجتي وفؤادي يا من اكرمتني بمعيتك وجعلت عليك وحدك اهدمادي يا من فككتني من كل ما يؤذيني وامسكت برحمتك قيادي يا من كسوتني بجميل سترك فدخلت حضرتك بمنتك لا باجتهادي فحاشاني ان اشك في كرمك وفضلك او اظن انك تمنع عن فقيرك وضعيفك حنانك ومددك ولكن يا سيدي وغياسي اشتدت حاجتي للطفك وعاجل عطفك فادركني يا منقضي وخلاصي من كل العيب وجعي وقلقي وغمي وبعادي واغرقني كما وعدتني في انواري جميل ودك وفيوضات فضك وسريع لطفك حتى اخرج من ساعته بفؤاد سعيد وقلب بصافي وصالك وليد يا رب العالمي اشتركوا في القناة